إحصائية تانية مثلا مهمة إن 30% على الأقل 30% من كل 130 منهم من المراهقين والمراهقات عندهم نقص ثقة في قدراتهم التعليمية الإحساس ده ممكن يؤثر سلبيا على ثقتهم بنفسهم أثناء حضور العملية التعليمية نفسها أو خلال أداء الامتحانات ويبقوا شاطرين كلها بس عندهم أنا حاس أن أنا عندي مشكلة في المادة دي أو أنا حاس أن أنا ما أفهمش كويس في الحكاية 30% بقولكم من كل 100 30 منهم عندهم النوع ده من المشاكل آن كان بقى ده له أساس من الصحة أو غير أساس من الصحة هم 30% بيفكروا كده يبقى الأم والأب هنا ها اللي بيشجعوا أولادهم وبيتكلموا معهم عن دراستهم كلام بالتفصيل مش أسئلة عابرة مش لو أعامل إيه في المذاكرة الحمد لله يا باب لا أسئلة تفصيلية كده مش استجوابية إيه الأخبار طميني كده إيه الدنيا عاملة إيه وعملش عارف إيه وبتاع فيه حوار حقيقي خلاص الأب والأم دول واللي بيحاولوا يشرحوا أو يبسطوا النقط اللي يشكوا إن أولادهم خايفين منها أو مش بيحبوها وده بشكل موازي لعملية التعليم نفسها أكيد الأب والأم دول أفضل من الأب والأم اللي بيعلوا سقف التوقعات على أولادهم أو يأنبوهم بشكل قاسي أو مستمر من عدم تحقيق درجات عالية مثلا فهمتوا قصدي؟ أنا فهمتوا إيه الغرض من تقديم الإحصائيات دي؟ طيب إحصائية ثالثة مهمة برضو 29% يعني 30% هي 29% على الأقل من المراهقين مفتقدين الثقة في مظهرهم مظهرهم شكلهم يعني يبقى مشاركة الأم والأب هنا لما ييجي بقى أب وأم يعودوا يتكلموا عن قصصهم بقى الشخصية لما كانوا في عمر أولادهم يعني فهمين؟ وكلامهم نفسهم الأب والأم دول بشيء من السلبية أو الانتقاد لمظهرهم في الوقت ده من عمرهم يعني إيه؟ يعني مثلا ييجي الأب يقول يان هاريسويد يا ابني أنت فكر نفسك أنت بقى اللي عندك مشاركة ده أنت ما شفتش أنا بقى زمان ده أنا كنت شكلي غريب والأم تقول لبنتها أو لبنها إيه؟ ده أنا أصلا زمان بقى كان شكلي غير كده كنت بعمل وسال قصة سلبية حتى لو مش حقيقية خلاص وقد إيه بقى الأب والأم دول إحنا بنكالب بقى أنهما بيقارنوا نفسهم بالمرحلة اللي فيها أولادهم دلوقتي المراهقين ومراهقات وقد إيه بقى أن الأب والأم دول بقيت القصة بقى اكتشفوا لما دخلوا الجامعة مثلا أن كل ده ما كانش حقيقي أو على الأقل أنا كنت تمكبر الموضوع أو يا بنتي أو أنا كنت تمكبر الموضوع أو يا بنتي خلاص يعني كان مبالغ فيه ده هيخلي ولادك وبناتك يحسوا بمزيد من الثقة ناحية شكلهم ومظهرهم الله ده بابا هو كان بيقول أنه هو هو كمان كده ده ماما بتقول أنه هي وهي قدي كانت مليانة يعني ما كانتش رفيعة يبقى أنا عمال أنا معقادة الدنيا ليه وعمال أقول أنا أدخينة وأنا اللبس شكل وحش علي فهمين قصدي الدنيا ماشي أزاي الإحصائيات والعلم بيفدنا كده بيفدنا كده مش أن إحنا نقرأ في الكتب أو نسمعه بس لا نسمع ونفهم ونطبق خلاص توضحنا لأولادنا أن اللي بيشوفوه مثلا على توسائل التواصل اللي هم قاعدين عليها كتير دي فعلا مش حقيقي أو نتيجة عمليات تجميل أو نتيجة نمط حياة مختلف خالص أو غير طبيعي خلاص تفهمنا لأطفالنا المراهقين والمراهقات أو ولدنا وبناتنا من المراهقين والمراهقات المعلومات دي ها هم مش إحنا ممكن نقول هم يعني مش عارفين هي مش عارفة يعني هي بنتي مش عارفة أن دي نفخة وعملة عمليات تجميل ومكبرة مش عارف شفايفة هي مش عارفة يا فاكرنا ده الطبيعي أو ابنك فاكر أن العضلات دي طبيعية وهو اللي عنده مشكلة يعني اشرحوا لهم فهمتوا قصدي الشرح ده والحوار ده هيخلي ابنكم أو بنتكم منفتحين على فكرة أن مزاياهم وقدراتهم أكبر بكتير قوي من شكلهم أو طريقة لبسهم يعني أشهر مثل في كده الشعر الكيرلي أو الشعر المجعت تفاهمين قصدي كان في فترة من الفترات كده في بنات صغارين متعقدين من الحكاية دي لغاية ما طلعت كده بقى تغيير التجاة يعني أقول لك لا أنا شعري كده شكله جميل ده مديني خصوصية ومديني تميز مثلا يعني وما زال لسه فيه بنات بنات بيتعاملوا مع النقطة دي على أنهم عندهم نقيصة أو عندهم شيء سلبي في مظهر مثلا يعني نوم إحنا كأب وأم نشتغل على ده ونصلح